السلام عليكم بقلي صلى الله عليه وسلم الحمد لله بارك الله فيك يا رب أحبك الله لد حبتنا فيك سؤال بسيط أنا كان أخ زوجتي كان حاجز حضر في توكيل كبير في نصر المهم كان تحت حاجز 10-3 جنيه وبالأخ ما أخدش العربية وفضل خائب فترة ولما جيه ياخد بقى العربية برضو من خلالهم يعني واتفق خلاص على العربية دولوا ان الحجز العشور تلافني اللي هتحجز بيه قالوا له الحجز ده دلوقتي بقى 12 ألف ونص الكلام ده عدى عليها حوالي خمس شهور ده أو ست شهور فقالوا له العشور تلافني اللي انت كنت حجز بيه امتهم دلوقتي لو حجزت بيهم العربية الجديدة هتحجزها ب 12 ألف ونص يعني متهم زابت طيب زياد حسبوها له أو عليه ليه ألفين ونص دي العشور تلاف بتوله علشان يحجز العربية الجديدة احبقوش عشور تلاف بقى 12 ونص طيب المشكلة ما الاشكالي الان هو اعطى مبلغة من المال الفلوس ممكن يبقى فيها الفلوس الألفين ونص هو حقه علشان هم قالولوا ان الفلوس زادت ولا يتصدق بيهم علشان لا لا حقهم اللي قالوا الفلوس زادت يجوز ردي سداد الدين مع زيادة بدون اشتراط ده مش دين هبقوش ماذبة الدين يعني تمام تمام يعني هو اتناشر والألفين ونص حقه عادي يعني نعم موسيقى موسيقى